ينادي العالم بوقف الحرب في اليمن ووضع حد لواحدة من أطول الحروب وأشدها قسوة على أهلها فترفض ميليشيا الحوثي وقفها وتتعهد باستمرار الحرب لا لشيء سوى خدمة الأجندة الإيرانية في المنطقة الحكومة اليمنية رحبت بقرار مجلس الأمن رقم 2564 الذي يدعو إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة مجددة التزامها بالتوصل إلى سلام ينهي الحرب في مدن البلاد القرار الدولي الأخير أدان التصعيد المستمر في مأرب واستمرار هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية كما أكد على مسؤولية الميليشيات عن وضع ناقلة النفط صافر الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي البلاد دون أي صيانة خلال السنوات الست الماضية وعدم الاستجابة للمخاطر البيئية والإنسانية الكبرى التي قد يسببه تسرب النفط إلى مياه البحر الأمر ليس نفسه بالنسبة للميليشيات الحوثية التي رفضت القرار الدولي فهي تصر على استمرار الحرب على مأرب بحسب تصريحات زعامائها رغم قرار الأمم المتحدة بتمديد العقوبات المفروضة على الأشخاص المعرقلين لعملية السلام لمدة عام آخر ويبدو أن ميليشي الحوثي ومن خلفها نظام طهران لم تكتفي بأنهار الدماء التي سالت في مدن البلاد والمجاعات والأمراض التي تفشت في صفوف السكان وفتكت بالأطفال وسائر شرائح المجتمع فهي ماضية في طريق الصراع ولا مكان لإحلال السلام في أجندتها وإن كان ذلك على حساب اليمنيين ومعاناتهم الأنسانية المستمرة لأسيما بعد إعلان الحكومة اليمنية عن نزوح أكثر من 12 ألف شخص من جراء الحرب في مأرب محذرة من كارثة إنسانية أخرى في المحافظة بينما لا تزال مئات الأسر ممنوعة من مغادرة مأرب حيث تستخدم ميليشي الحوثي هذه العائلات كدروع بشرية في مدينة تضم أكبر تكتل للنازحين في البلاد حيث تستقبل مأرب أكثر من مليونين ومئتين وثلاثين ألف نازح فروا من الموت والعنف في المناطق التي تسيطر عليها ميليشي الحوثي لكنهم ما زالوا في دائرة الخطر والمعاناة بسبب انهيار الاقتصاد والعملة المحلية وتفشي جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر